استقبل الرئيس الكني وليام راتو قبل قليل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وذلك على همش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتح السيسي في اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ والتي تصدفها كينيا يومي الخامس والسادس من سبتمبر الجاري خلال اللقاء أشهد مدبولي بالزخم الحالي في العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا وأكد أهمية عقد اجتماعات الدورة القادمة لللجنة المشتركة والتي سوف تستضيفها نيروبي مع بحث إمكانية عقد منتدى مشترك لرجال الأعمال في البلدين على هامش أعمال القمة كما أثنى رئيس الوزراء على ما شاهده من تطور حضري وعمراني في مدينة نيروبي موجها التهنئة لقيادة وشعب كينيا على هذه الطفرة اللافتة من جانبي أعرب الرئيس الكيني عن اعتزازه بعلاقات الود والأخوة التي تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي وأكد على اهتمامه بالتشاورة المتظم مع سيادتي حول القضايا الإقليمية والدولية ذاتي لاهتمام المشرك اشتركوا في القناة